ننتقل إلى العاصمة العراقية بغداد لنقل جانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الخارجية العراقي ونظيره الفرنسي نتابع من أعجاب المعارضة مع قبل القرنة العراقية يت Peaceful والمقبل للتعب في العدل هذه المستقبل تجمله في مقه العديد للتعب حدث لتحمي الأفار ونظر لتسجد التعب حل لقية الم attitudesة للتعب حدث ونظيف حدث أن تحمي الأفار بوضول أن تحمي الى بارد للتعب حدث لتشبه فتى لافار ونظيف حدث تشبه أن تحب حدث لوحيا في هذه المنزلات التي يتم ذلك العادلة والعقل بأنها في عينها، أي في المساعدة دارة بالأسرق بالطول وبأسرق سيدي وليست بالتحرق بلساتي. وهذا الشيء المساعدة التي أريد أن أعودها بمساعدة إلى المساعدة للعقل بأنها ستكون والحقل بأنها. بإنما المنظرين يجب أن تكون محلوظة، 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 ونحن لا تترجمة، لدينا قد يمكنك المحلوظات، ولكن ما يمكنك أن تكون جيدا، أنت تكون لدينا المحلوظة، لتفاقية، فهو قد أصبع، فرنسا ملتزم بقوة في إطار التحالف على سعيد التدريب والتكوين وعلى سعيد الدعم العملياتي النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر عراقي بدعم فرنسي إن كان في مجال المدفعية أو الدعم الجوي ولقد طورنا وكيفنا وجودنا في إطار التحالف وأرسلنا قواتنا إلى تلعفر وأود أن ننتهز هذه الفرصة لأعبر عن مدى سعادتنا بأن المدينة قد تحرر سبعين بالمئة منها وأن تحبير القسم الباقي جاري حاليا فرنسا إلى جانب العراق في إطار التحالف وإلى جانب العراق في إطار التعاون الثنائي هذه هي الرسالة الأساسية التي جئت أحملها إلى السلطات العراقية والتي سأكررها أمام رئيسي الجمهورية وأمام رئيسي الوزراء ونحن الآن وسوف نبقى إلى جانب الشعب وإلى جانب القوات العراقية بشكل سوف يتكيف مع الظروف وتأكدوا أن فرنسا سوف تبقى إلى جانب العراق لتسهيل هذه الانتقال التدريجي الذي تكلم عنه وزير الخارجية إلى مرحلة مطمئنة وهادئة مرحلة السلام وإعادة الإعمار والمصالحة تحقيق النصر على الأرض العراقية لا يعني انتهاء الخطر الداعشي وانتخاء خطر الإرهاب نحتاج أيضا إلى أمن وقائي من شأنه أن يحول دون وجود بعض هذه الخلايا خصوصا وأنها تعمل بطريقة خفافشية خفافشية مثل الخفافش التي تطير بالظلام تحاول أن تعيد عملياتها التخريبية لذلك يجب أن نترك هذه القضية للتقديرات عسكرية ومتركها للقوات المسلحة العراقية بالتنسيق مع القوات الفرنسية لكن عمليا نحن نعتبر أنه نصر تحقق وأن فرنسا وفت بلتزاماتها تجاه العراق وذلك نقدم لها الشكر والتقدير كذلك بقية الدول الحلفاء الذين ساندوا العراق في أكثر من محور والأكثر من سعيد المترجم بإنسان تحقق وأن سعقق في أكثر من خفافشية بين خفافشيات تجاه العراقية Et pour cela, cela relève des forces irakiennes et cela relève des militaires irakiens et des militaires français. La victoire a été remportée et la France a respecté tous ses engagements et nous l'en remercions, tout comme nous remercions les pays qui ont été à nos côtés dans cette période. Merci beaucoup pour vous rencontrer et pour vous rencontrer dans le pays, en Bagdad, et pour vous accompagner dans cette négociation. Et pour vous montrer plus de l'attention et le soutien entre nous et vous. Et pour vous aussi, vous remerciez la force d'investissement et de l'attention dans les actions de l'arrivée et de l'imagine et de l'imagine et de l'imagine. Merci à vous. Encore une fois de votre visite, vous êtes les bienvenus ici. Nous espérons pouvoir continuer à développer ces relations dans le domaine et continuer la consultation en matière de sécurité. Et également la coopération entre nos deux pays dans le domaine des investissements et de la reconstruction de l'Irak. Merci. Merci. كان هذا المؤتمر الذي جمع بين وزيري الخارجية الفرنسي والعراقية كان هناك رسالة واضحة أن فرنسا بجانب قوات التحالف بجانب العراق في حربها ضد الإرهاب وخاصة أن العراق الآن تتجه إلى محاولة تحقيق تقدم كمير في معركة استعادة مدينة العفر بعد أن استعادت مدينة المصر من قبضة الإرهابين